بهدف مناقشة آخر الاستعدادات التي وضعتها جامعة الشارقة لبداية العام الدراسي الجديد والاطلاع على المسجدات فيما يخص العملية التدريسية والبحثية عقد الاجتماع الأول لمجلس عمداء الجامعة للعام الأكاديمي الجديد 2020-2021 الذي تم تنظيمه عن بعد برأسة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيم مدير الجامعة وبحضور الهيئتين الإدارية والتعليمية وقدم مدير الجامعة عرضا مختصرا لما قامت به الجامعة خلال الفترة الماضية ولسيما في مرحلة بدء انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتدابير الاحترازية التي أقرتها سلطات الصحية الوطنية المختصة كما حدد مدير الجامعة بمجموعة من المحاور المهمة والتي أكد على الجميع العمل من خلالها والتركيز عليها خلال العام الأكاديمي الجديد نصريات وليسية نصريات وليسية نصريات وليسية